في بادرة هي الأولى من نوعها تمكن الشاب البحريني شوق درويش من إنجاز كارفان محلي صنع جاهز للرحلات البرية والبحرية قد يخطر في أحلامنا أن يكون لدينا بيت متنقل نعيش فيه عند شاطئ البحر أو في حديقة ما أو في الصحراء مثلا ويكون هذا البيت برفقتنا في الرحلات البعيدة هي ليست أحلام غريبة أو شيء من الخيال فقد تم ترجمتها على أرض الواقع في كارفان محلي الصنع قام بصنعه شاب بحريني يمتهن مهنة الحدادة منذ عشر سنوات فسنوات من العمل ووصولا إلى الحرفية والإبداع تمكن من إنجاز هذا الكارفان في فترة وجيزة وبكل إتقان بدأنا في المشروع يوم اللي كان صغير بعده في الأولى الأخيرة فهي اللي شجعنا نكون نبتدأ في تسريع شغل على الكارفان وبالنسبة حق الكارفان يعني يحتوي على من الخارج حديد والسكف يكون حديد بعد بشكل قرميط فيه عازل حراري خشب مغلف ديكور الداخلي طبعا فيه صالة مطبخ غرفة نوم حمام الغاية تبرر الوسيلة والغاية هنا الاستجمام والاستمتاع التي يمكن تحقيقها في هذا الكارفان الذي يحتوي على كل المسلزمات والوسائل لإمضاء أجمل الأوقات دون أن ينقص شيئا في خطة مستقبلية يعني يكون سفر نحاول أن نطلع تسريح من المرور فبيكون فيه سفر إلى دولة خليجية يعني وبالنسبة حق الاستثمار يعني أنا في عندي مشروع أبغي أفتحه في البحرين يعني فيه أبغي أفتح مصنع في البحرين خاص بكارفونات فيحتاج دعم يعني هذا الكارفان مهيئا لجميع الأحوال الجوية ويتوافر به شروط الأمن والسلامة يتم ربطه بسيارة خاصة والتنقل به بحرية دون أي مخاطر وكأنكم في بيوتكم وفي أي مكان فكرة أن يكون لديك بيت متنقل فهو أمر ليس بمستحيل فبأيدي بحرينية استطاعت أن تحقق هذا الحلم فيما يسمى بالكارفان الذي جهز وبشكل متكامل وبجميع أركانه إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين